كيف يمكن قراءة المشهد الآن أمريكيا وعمليات الفرز لا تزال مستمرة في ولايات الفوز حسب التوصيف الأمريكي الآن نعم أهلا بحضرتك وبضيفك الكريم من القاهرة وبكل المشاهدين أينما كانوا طبعا إحنا في الولايات المتحدة لدينا الآن أربع أبعاد في هذا الزخم الانتخابي الرئاسي وأيضا المتعلق بالكونغرس بمجلسي البعد الأول هو بعد الفرز فرز الأصوات في عدد من الولايات التي لم تنتهي بعد وهي التي سميت بالولايات المتأرجحة لهذه الجولة الانتخابية نورث كارولاينا، بنسلفانيا، جورجيا، أريزونا ونيفادا كل هذه الولايات الأرقام تبدو فيها متقاربة جدا وإمكانية إعادة الفرز تلقائيا في ولاية مثل جورجيا ما زالت قائمة حتى أن يتم الفرز التلقائي في جورجيا يجب أن يكون الفارق بين المرشحين أقل من 1% في نهاية العملية التصوطية أو في نهاية الفرز وهو الفرق حاليا ربما بينهما في حدود 5000 صوت أو 6000 صوت يرتفع يقل أحيانا نحن نتحرك في هذا الإطار الـ 1% نزيد نقل عنه بقليل في بعض الولايات الأخرى الفرز يتم عن طريق تقديم طلب مثل أريزونا من ثلاثة فقط من المتابعين للانتخابات يتحدثون عن خطأ في عملية الفرز فمن الممكن أن يتم الفرز في بنسلفانيا كي تتم إعادة الفرز يجب أن يكون هناك فارق أقل من 0,5% أو أقل في نهاية فرز الأصوات نحن على أعتاب نهاية عمليات الفرز في كل الولايات الحاسمة وبالتالي سننتقل إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية هي التي بدأتها حملة الرئيس دونالد ترامب منذ يومين برفع عدد من القضايا في عدد من الولايات تتعلق بمطالباتها بالطعن في نتائج الانتخابات وبطالبات بإعادة الفرز بسبب خروقات من وجهة نظر طبعا حملة الرئيس دونالد ترامب للعملية الانتخابية سواء كانت بتزوير أصوات أو بعدم إيصال أصوات جمهورين إلى صندوق الاختراع حقق فوزا قضائيا في بنسلفينيا ثلاث في الواقع أحكام قضائية مهمة لحملة الرئيس دونالد ترامب في بنسلفينيا من بينها وقف فرز أصوات متعلقة بصندوق وصلت إلى لجان الفرز بعد ثلاثة أيام من بدء عملية الفرز هناك أيضا طعون في ولايات أخرى حتى غير هذه الولايات الحاسمة الخمسة حملة ترامب ربما رفعت قضايا وطعون في عدد آخر من الولايات ليست من بينها هذه الولايات الخمسة هذه المرحلة الثانية لدينا انتهاء الفرز ثم الوصول إلى هذه المرحلة ومن ثم بعد ذلك ممكن أن نتحدث عن المحكامة الأولية ترجمة نانسي قنقر